تعالوا نشوف الخبر اللي جاي عن لسان وزير الدفاع مصر ستظل وطناً آمناً بوحدة أبنائها ده الكلام اللي أكده الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن مصر سوف تظل وطناً آمناً بعطاء أبنائها ووحدة نسجهم الوطني المتماسك مشيراً إلى أهمية الوعي بالمحاولات الخبيثة والعمليات الممنهجة التي تسعى إلى النيل من الروح المعنوية والتشكيك في الإنجازات التي حققتها مصر في مختلف المجالات جاء ذلك خلال تفاقطه المعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة وذلك في إطار المتابعة الميدانية الاستراتيجية للتطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية ده طبعاً كلام مش محتاج لشارحة كلام مش محتاج لتأكيد لأنه في تجربة أكتر من فرد عرفها في المجتمع كلنا عارفينها أنه فعلاً لو جبنا ألم رصاص لوحده خشب وحاولنا نكسره حيكسر بسهولة ولكن لو في أكثر من ألم وفي أكتر من إيد وفي ترابط استحالة أن احنا أبداً حد يقدر يهزمنا وحدتنا هي أساس قوتنا وربنا يبارك في جيشنا وفي قواتنا المسلحة وفي شرطتنا لأنه لهم دور كبير قوي في استقرار مصر ويا رب دايماً مصر تبقى بلد الأمن والأمان